كاففان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة إن التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى بصفته عضوا نشيطا في الحركة العالمية للشعوب وحقوق الإنسان وعنصرا فاعلا في حاضرة منظمة عديدة تعمل على ترسيخ سياسات عادلة تختم الإنسان بغض النظر عن معتقدته الدينية أو أصوله العرقية أو جنسه أو جنسيته يعتبر الترفع والدفاع على قضايا المهاجرين وأسرهم واحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية من أولويات مهمه خاصة مع تزايد منصوب الخطابات العنصرية الموجهة ضد المهاجرين وتصاعد الانتهاكات الماسة بحقوقهم بالنسبة للسيق العام الذي جاء في هذا المنتدى الثاني للهجرة هو ما يعرفه العالم من تطورات على ساحة الهجرة والذي يتمثل في نعيقاد مؤتمر مراكش في الشهر المقبل بشركة بين المغرب وألمانيا والذي سيعرفه توقيع الأهد العالمي للهجرة من طرف الدول وبموازات ذلك سوف يحضر المجتمع المدني ممثلا في الحركة الدولية أو العالمية للشعوب أو ما يسمى بالباجيا كحركة موازية لتتبع أشغال هذا المؤتمر وكذلك للترافع حول حقوق المهاجر بشكل عام في هذا الإطار نظم التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى المنتدى الجهوية الثانية للهجرة الذي شكل محطة هامة لمساءلة المثاق العالمي للهجرة الآمينة والمنظمة والمنتظمة حول مدى ملاءمته للاتفاقية الدولية المصادقة عليها واحترامه الحقيقي لحقوق المهاجرين ومدى مراعاته لمصالح دول الجنوب الفقيرة وحقوقها في التنمية وذلك بهدف سياغة إعلان طنجة الثاني حول الهجرة لإثراء النقاش العام حول موضوع الهجرة وتنوير الرأي العام حول الهدف الحقيقية للمثاق وتعزيز موقف الحركة العالمية للشعوب قبل التوقيع النهائي على المثاق العالمي بالنسبة لمشاكل المهاجرين من دول جنوب الصحراء في مدينة طنجة كان المشكلة الإدماج في سوق الشغل الإدماج الاجتماعي بصفة عامة يعني ثقافة مختلفة كي يلقوا ثقافة دينا مختلفة أيضا الصعوبة الإدماج الاجتماعي الصعوبة الإدماج الاقتصادي العامل دياللغة العامل للإندماج في الواسطة مثلا أغلب يدها الأفرق كي يقوم مجتمعين بأحياء معينة ما يقدرون شيء ينتقلون أهياء أخرى في مدينة طنجة ومحتاجين لمساعدة قانونية مساعدة نفسية لتحسين الظروف لتصوية الوضعية تأكيد على التربية البين ثقافية باحترام الاختلاف والتعدد وإقصاء العنصرية والتركيز على ما هو ثقافي في ظل الصعوبات التي يعيشها المهاجرون الذين اختاروا منطقة طنجة وأن للإقامة أو للعبور إلى الضفة الأخرى أصبح لازما على الفاعل المدني أن يلعب دوره الحاسم سواء من خلال التوعية والتحسيس أو استقبال هؤلاء المهاجرين وهذا ما يحاول تكتل طنجة الكبرى للجمعيات أن يلعبه من خلال هذه اللقاءات أردنا الحداد لقناة كافانكات تيفي من مدينة طنجة